فهي القضية بالنسبة لنا بس هو إحنا كل قضية اللي هي الفاب والهاب هو معروف طبعاً أن الهاب والفاب الأهمية بتاعتهم يعتبره هو المصطف ريكوانت كومبليكيشن في الهوزبتال استيك لأنه بيمثله تقريباً 22% من كل حالات الهوزبتال أكويرد انفكشن الحاجة الثانية 10% من العينين اللي بيتحطوا على الميكانيكا الفينتريشن بيحصل لهم فاب الحاجة الثالثة الوفر او المرتلتي الريبورتد مع الفاب بتصل من 20% ل50% ودي نسبة عالية الحاجة الرابعة أن الفاب ده بيزود اللينس بتاع الاندو تركيال انتوباشن من 7 تيام ل11 يوم وبيزود الهوزبتال استيشن من 11 يوم ل13 يوم وانتو عارفين الكلام ده بيبقى استيشيتد وز آي سيو كومبليكيشن القضية التعريف الفنتليتور استيشيتد نيمونيا هو النيمونيا اللي بتحدث بعد الميكانيكا الفنتليشن ب48 ساعة ل72 ساعة وفيه الهاب اللي هو الهوزبتال اكوارد نيمونيا اللي هو النيمونيا اللي بتحدث بعد 48 ساعة من الادمشن للهوزبتال وفيه تعبير ثالث اسمه اي كاب اللي هو النيمونيا اللي بتحدث بعد الادمشن للاي سيو ب48 ساعة بالنسبة للعينات، بتبين نوعين النومونيا الل ссыл肥 الأمر التي تحدث من أblesها منير طبيع وميـــــــ الـ boi أكثر من الـ . الـ . وجدوا أنه يزود الإنسدنس بتاع الفاب من ست مرات لواحد وعشرين مرة وده تقريباً الفاب تمثل تسعين في المئة من الـ . اللي بتحدث في الميكانيكال . فيه تعبير اسمه تركيو برونكايتس . تركيو برونكايتس العيان يكون عنده سكريشنس بجيب بتسحب سكريشنس من الـ لكن تعمله كسريه ما تلاقيش أي . والعيان ده حسب الـ . لا يحتاج انك تديله أنتيبيوتكسيرابي . ما بتستكشي أنتيبيوتكسيرابي في الناس اللي عندهم فات اللي بيطلب عليه في التركيو برونكايتس . لكن العيانين بقى اللي عندهم فاب أو هاب هو جاص انك انت شخصت هاب أو فاب . الواجب الـ . يكون عامل استضي للـ . في اللوكاليتي بتاعتك ويقول لك ان في المنطقة بتاعتك الأورجانيزم عندك سنسيتف لكذا ورزيستنس لكذا وانت بتزبط الأنتيبيوتك بتاعتك على هذا الأساس . لكن كجنرال رول احنا عندنا ايه الحاجات اللي متوقع ان يكون فيها . الحاجة الأولانية وفيها العيان بتاع الفاب فيه خمسة كونديشنز بتتوقع ان العيان عنده الـ . الأولى العيان ده اللي عنده اللي خاد انتيبيوتكسيرابي خلال التسعين يوم قبل . الحاجة التانية لو العيان عنده صيتك شوك . الحاجة التالتة لو العيان عنده الحاجة الرابعة لو العيان ادي له خمس ايام في الهوسبتل او ادي له خمس ايام والعيان بتاع الحالات التانية اللي هي عندها ملت درج ريزيسنس هاب او مرسى فاب او هاب او ملت درج ريزيسنس سودومونس ريجينوزا سواء فاب او هاب دول كل الناس اللي خادوا انتبيوتك خلال تسعين يوم اللي صبقت الحدوث الانفكشن احنا الرولزي بنسبانا جاست انك انت شخصت فاب او هاب انك انت بتشتغل على بتاخد درج بيشتغل على المرسى وبتاخد لاما درج واحد لاما اتنين درج بيشتغلوا على السودومونس ريجينوزا ايه الدرج اللي بتشتغل على المرسى الفامكومايسن والتارجوسيد واللينزوزوليد دول التلاتة بتختار منهم واحد وبعد كده لو العيان عندك ارلي اونسة هاب او فاب يعني ما عداش عليه خمس ايام ممكن تاخد واحد درج واحد بس يشتغل على السودومونس لو عد عليه خمس ايام او العيان داخل منك في سيبتك شوك او عدل ترسبيراتوري دسترس سندروم يبقى في الحالة زي كده بتشتغل اتنين درج بيشتغلوا على السودومونس السودومونس الدرج اللي بتشتغل في مجموعة بيتالاكتم بتشتغل على السودومونس يعني من البنسلينز الببراسلين تازوباكتم بتدي اربع ونص جرام كل ست ساعات بالنسبة للكفالوس بورن بتدي السيفي بيم اتنين جرام كل تمان ساعات او تدي السيفي بيم اتنين جرام كل تمانية وهم او الدوزز عشان ما تديش اندردوز او الكربابينيم اللي تدي المينونام او الامي بنام بتدي واحد جرام كل تمانية عشان خاطر بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي هو المونوباكتم ما عندناش حاجة فيها في مصر يبقى بتختار حاجة من التلاتة دول تشتغل كانتي سودومونال بيتالاكتم انتي بيوتك النوم بيتالاكتم انتي بيوتك الكينولونس احنا عندنا اتنين كينولونز بيشتغلوا على السودومونس السيبرو تدي 400 ملي كل تمان ساعات وبتدي الليفو 750 واحنا بنفضل الليفو عن السيبرو لأسباب تلاتة الريزيستنس للسيبرو كتير الحاجة التانية الانتر اكشن بتاع السيبرو دراكز كتيرة زي السيوفيلن احيانا بيحصل ممكن يحصل كومبيليت كومة في الناس اللي بياخدوا سيبرو والحاجة التالتة الديسجليسين السيبرو من الحاجات اللي ممكن نرفع لك السكر بتاع العيان وممكن ننزل السكر بتاع العيان فلذلك احنا بنفضل الليفو 750 او الامين وجلايكو سايدز والامين وجلايكو سايدز لو عطيتها متدهاز اندفايد الدوز متديش اميكاسين كل 12 ساعة متديش جراميسون كل تمانية متديش توبراميسون كل تمانية لا بتحسب الدوز كاميلي لكل كي جي وبتديه مرة واحدة في اليوم لان او البولوميكسين زي الكوليستين وبنحاول نبعد عن الكوليستين لان العيب بتاعه بيباله رينال تكسيستي وكل العيانين اللي بياخدوه بيدخلوا في موضوع رينال فريم التريتم انت هستمر به في كام؟ هستمر به سبعة ايام در ريكموند الدوز في العيانين اللي عندهم هاب أو اللي عندهم فاب الراجل دي اللي هو الاكساندر فيلمينج لما طلع الاختراع بتاعه بتاع البنسيلين كان كل الناس طيره بيه السماء لان كان اول انتبيوتك يكتشف ويمكن احنا لو شفنا الانتبيوتك سنلاحظ ان البنسيلين اللي اكتشف في سنة 28 وبعد كده 52 السلفونامايت بعد كده السلفونامايت كان في محاولة فشلة للعلاج بتاع المنينجايتس في سنة 35 بعد كده في 43 بدأ الكامبنس كلها تنتج البنسيلين في 48 الكفالوس فورنز بدأت تنزل الاريسرومايسن في 52 في 56 الفانكومايسن وبعد كده في 62 الكينيلونز وبعد كده 70 اللينزوزولايت وبعد كده الفلورونيت كونيلونز في سنة 80 واخر حاجة في 2000 اللي هو اللينزوزولايت بدأ يدخل في الميديكال فيد ايه حاجات اللي بتعمل الريزيستنس الدي كير سينترز الانج تيرم كير في سالاتس الهوملس والشيلترز والجيلز اللي هي السجون دين حاجات ايه الحاجات المناطق اللي بيحدث فيها دراج الريزيستنس كتير الانتنسيف كير الانكولوجي يونت الدياليسز يونت الريهاب الريهابيليتيشن يونت والترانس بلانت يونت والبرد يونت دول بيحدث فيهم كتير بالنسبة للريزيستنس هي ريبورتت من زمان يعني البنسيلين الريزيستنس ريبورتت من سنة 40 الاستريبتو مايسل من سبعة واربعين التترا سايكلين من ستة وتمانين اندسو اون بدأت كل الدراج يبقى ريبورتت لها موضوع الريزيستنس ايه الميكانيزم اللي بيحدث فيها الريزيستنس الحاجة الاولانية ان البكتيريا تمنع الانتري بتاع الانتيبيوتك مثال لكده التترا سايكلين الحاجة التانية ان بعد الانتيبيوتك بيدخل السيل يحصل عن طريق ودي مثال كده موضوع التترا سايكلين التالت اللي هو الانزيمات انكتفيشن البكتيريا تفرز انزيم يكسر الانتيبيوتك ومثال لكده البيتالكتاميز الكرورمان في نيكول أسطايل ترانسفريزز والأمين وجلايكوزايت ترانسفريزز المثال الرابع ان البكتيريا تغير التارجت اللي بيشتغل عليه الانتيبيوتك المثال لكده اللي هو الريفامبسين الريزيستنس والناليديكسك أسد والستريبتومايسن والإريسرومايسن أو يكون الريزيستنس باسوي زي مثال كده الترايمي سوبريم اللي هو الصالفة دي الميكانزم اللي بتعملها البكتيريا طب ايه همية البكتيريا الريزيستنس وجدوا انه في الفين وخمسين هيبقى فيه فجر للأسف الشديد المرتلتي نتيجة الانتيبيوتك الريزيستنس استصاص الى عشر مليون اكتر تقريبا من الماليجنسي اكتر من الديابيتس اكتر من بعض الديزيز مجتمع زي التيتنس زي الكولورا زي الديارية فالانتيبيوتر الريزيستنس الحقيقة فجر كبير وبيزداد مع مرور الوقت طب ازاي بيحدث الريزيستنس اول ما بنشوف الارجانيزم بيبقى فيه عندنا سالسبتاب الارجانيزم وارجانيزم لو انت اعطيت الى هو الانتيبيوتك بيبقى فوق الى اختصار الى هو الميوتانت الى الى الوامر الى الوامر في الحالة ما بيحصل اي بتقدر تكتب كل الارجانيزم لكن المشكلة لما تدع الى 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 ميوتانت الى الى الانت الى الميوتانت الى ده اسمه هو ده اللي بيعمل الميوتيشن وبيخلي فيه ميوتانت ارجانيزم وبيخلي فيه موضوع فلذلك دايما نختار الانتيبيوتكس اللي هي السي ماكس بتاعها عالي فوق الام بي سي اللي هو الميوتانت بريفينشن كونسنتريشن اللي بيحدث بالظبط انه بيكون عندك بكتيريا ريزيستنس اللي هي ويصاب سيبتاب والريزيستنس اللي هي البني والريزيستنس اللي هي الزرقة بعد كده بتدي انتبيوتك بيت قتل السنسيتف ويفضل عندك الريزيستنس بعد كده يزيد الريزيستنس ويبدأ يدخل مع السي سيبتابول ويعمل الكمبينيشن ودي اللي بيقدي اде موضوع البكتيريا ريزيستنس فيه تعبيرات بدأت تتقال فيه حاجة اسمها امي دي آر وفيه حاجة اسمها اكس دي آر وفيه حاجة اسمها بي دي آر الـ MDR اللي هو الـ Multi-Drug Resistance Bacteria معناها أن البكتيريا اللي عندها resistance at least one agent في ثلاثة أو أكتر من الـ Antibiotic Group الـ XDR اللي هو Extended Drug Resistance في البكتيريا معناها أن البكتيريا عندها at least one agent resistance one agent في كل الكاتيجوروس يدوبك ستسبت بول بس الواحد أو اثنين الـ BandDR اللي هي بقى الأسوأ نوع من resistance اللي هي البكتيريا resistance لكل أنواع الـ Antibiotic هو الـ Non-Multi-Resistance اللي هي مقصود بيها أن الـ Isolate still sensitive at least one antimicrobial treatment فأقل من اثنين Antibiotic أكتر بكتيريا بتعمل resistance هي الـ Antibiotic والأسينوبكتر والسيدومونس وكلهم جرام بكتيريا وهم في ثلاث أنواع في حاجة اسمها critical وفي حاجة اسمها وفي حاجة اسمها medium resistance فيه natural resistance زي البنسيل اللي ما بتشتغلش على الـ بكتيريا فذي بيطلق عليه natural resistance وفيه acquired resistance النازلية للأبيوز بتاع الـ Antibiotic البكتيريا وبيحصل ميوتيشن لإما في single step لإما في multiple step وبيحصل موضوع 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 لم تدخلش الدراج أصلاً جوالسيل وفي حاجة زي الحالات لما بيدنا عندنا البيتلاكتم resistance لو عيان عنده resistance البنسيلنص طبيعاً إنه يكون resistance زي ص Dare للكفالوس بوري القافي باكتم ده عبارة عن حاجة اسمها نان بيتا لاكتم بيتا لاكتميز يعني هو بيتا لاكتميز بس ما فيش بيتا لاكتم رينك الميزة بتاعته ان هو اولا فيه ستندد سبيكترام للأكتفتي بتاعته في البكتيريا والحاجة التانية ان الكمبينيشن بتاعه مع الانزيم بيكون وده له اكتر من فايدة احنا البيتا لاكتميز فيه نعيل فيه حاجة اسمها شيرين وبيتقسم الـ A والـ C والـ D الافي باكتم بيشتغل على الـ A كلها والـ C كلها وبعض من الـ D وفيه اللي هو المثاله انزيمز ده اللي هو الكلاص بي ده ما بيشتغلش عليه موضوع الافيجا السفتة زي ديم زي ما انتم عارفين هو نفس هو الفورتة من اللي موجود في السوق ده سرجل نيشن كفالوس بوري انه بيشتغل له اكتفتي كويسة قوي على موضوع السودومونس لما بيبقى بالافي باكتم بيقدر يغتي كل موضوع الـ Resistance Strain لذلك بيستخدم في عندنا في الهاب والفاب بيستخدم في الـ Chiriria والـ Chiriria coli في الـ Cribsilla pneumonia في البروتيس في السريشيا في السودومونس الـ Reginosa بيستخدم برضو في الـ Liner Tract Infection وبيستخدم أرضه في الـ Entra Abdominal Infection الـ Conclusion اللي عايزين نقوله ان التريتمنت بسعى السودومونس السفتة زي ديم مع الأفي باكتم وجدوا أنه ليه بوتن تأفكشن على السودومونس الـ Reginosa حتى الـ Encloding اللي هو اللي هي الـ Resistance للبيبراتاس سفتة زي ديم والحاجة الثانية أنه لازم نستخدم الـ Anti-Microbial Testing للاستخدام الحاجة الثانية الـ Conclusion التانية أنه بيستخدم في التريتمنت بتاع القربابانيم بيستخدم كمونوسيرابي بيستخدم كمونوسيرابي ووجدوا ان الـ Combination ده بيبقى والحاجة الثالثة الـ Conclusion التالت انه ما نستخدمش مجموعة القربابانيم في الناس اللي عندهم ميرومينام M-IC أكتر من 4 ميكرو جرام لكل ميليليتر آخر حاجة العيني عيان ياخد الزافي سيفتة العيان بتاع اللي عنده سفير ديزيز في الـ ICU زي السفير سيفسز زي السيبتك شوك زي الهاب والفاب وزي العيان اللي خد انتبيوتك وما حصلش مبروف من تكلل 72 ساعة لأولانية العيانين التاني اللي هي الفرجلتي والعيان التالت اللي هو الفرجلتي لو عندنا العيان عنده immunosubration العيان عامل trans بلانت العيان اللي عنده ريسينت سيرجري والبروبابيليتي الناس اللي عندهم خاصة الكربابانيم ريسينت انتيرو بكترياسي والعيانين اللي هم بيبقى عندنا ريسينت كربابانيم عند فريكوانت كينولون استخدمناه وما فيش اي ريسبونس عليه بيستفيد كويس قوي انك انت تستخدم الزافي سيفتة ويمكن الزمرة عارفين اللي معنا في الحقيقة استخدمنا عقار الزافي سيفتة في بعض والنتاج بتاعته مشجع للغاية اشتركوا في القناة